بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الأشربة باب تحريم الخمر حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو حيان قال حدثني الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر عن عمر بن الخطاب قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية والميسر قل فيهما إثم كبير الآية فدعي عمر فقرئت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكرا فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيا عن سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر فأمهم علي في المغرب وقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نسختهما التي في المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ فدخل علينا رجل فقال إن الخمر قد حرمت ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باب العصير للخمر حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبي طعمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنه ما سمع بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه باب ما جاء في الخمر تخلل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هبيرة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا باب الخمر مما هي حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل بن ميصرة عن أبي حريز أن عامرا حدثاه أن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والثرة وإني أنهاكم عن كل مسكر حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيا عن أبي كثير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب قال أبو داود اسم أبي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة السحيمي وقال بعضهم أذينه والصواب غفيلة باب ما جاء في السكر حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة حدثنا محمد بن رافع عن النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان يعني بن المنذر يقول عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال صديد أهل النار ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام قال أبو داود قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي حدثكم محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري بهذا الحديث بإسناده زاد والبتع نبيذ العسل كان أهل اليمني يشربناه قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول لا إله إلا الله ما كان أثبته ما كان فيهم مثله يعني في أهل حمص يعني الجرجسي حدثنا هناد بن السري أخبرنا عبدة عن محمد يعني بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ديل من الحميري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال هل يسكر قلت نعم قال فاجدنبوه قال فقلت فإن الناس غير تاركيه قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي برده عن أبي موسى قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذاك البتع قلت وينتبذ من الشعير والذراه قال ذلك المزر ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبده عن عبد الله بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام قال أبو داود قال ابن سلام أبو عبيد الغبيراء السكركة تعمل من الزرة شراب يعمله الحبشة حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الحسن بن عمر الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي يعني ابن ميمون قال أخبرنا أبو عثمان قال موسى وهو عمر بن سلم الأنصاري عن القاسم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام باب في الداذي حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها قال أبو داود حدثنا شيخ من أهل واسط قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن الداذي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها قال أبو داود وقال سفيان الثوري الداذي شراب الفاسقين باب في الأوعية حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا جرير عن يعلى يعني بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمر يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجر فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجر فدخلت على ابن عباس فقلت أما تسمع ما يقول ابن عمر قال وماذاك قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجر قال صدق حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ذا الجر قلت ما الجر قال كل شيء يصنع من مدر حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال سمعت بن عباس يقول وقال مسدد عن ابن عباس وهذا حديث سليمان قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مدر وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحدة وقال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمسة مما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير وقال ابن عبيد النقير مكان المقير وقال مسدد والنقير والمقير ولم يذكر المزفة قال أبو داود وأبو جمره نصر بن عمران الضبعي حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس قالوا فيما نشرب يا نبي الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القموص زيد بن علي قال حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان فقال لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم واشربوا في الجلد الموكى عليه فإن اشتد فاكسروه بالماء فإن أعياكم فأهرقوا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثني علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس قال إن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية قال فصبوا عليه الماء قالوا يا رسول الله فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهرقوه ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة قال وكل مسكر حرام قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال الطبل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا إسماعيل بن سميع قال حدثنا مالك بن عمير عن علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعاه حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكراه ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قال قالت الأنصار إنه لا بد لنا قال فلا إذن حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفة والنقير فقال أعرابي إنه لا ظروف لنا فقال اشربوا ما حل حدثنا الحسن يعني بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك بإسناده قال اجدنبوا ما أسكر حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذ لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة باب في الخليطين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا أبان قال حدثني يحيا عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحدة على حداه قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيا عن ثابت بن عمارة حدثتني ريطة عن كبشة بنت أبي مريم قالت سألت أم سلمة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عنه قالت كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بني أسد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه زبيب حدثنا زياد بن يحيا الحساني حدثنا أبو بحر قال حدثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني قال حدثتني صفية بنت عطية قالت دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت كنت أخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم باب في نبيذ البسر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرماه أنهما كانا يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس وقال ابن عباس أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس فقلت لقتادة ما المزاء قال النبيذ في الحنتم والمزفت باب في صفة النبيذ حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمت من نحن ومن أين نحن فإلى من نحن قال إلى الله وإلى رسوله فقلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا ما نصنع بها قال زببوها قلنا ما نصنع بالزبيب قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينتبذ عشاء فيشربه غدوة حدثنا مسدد قال أخبرنا المعتمر قال سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث عن مقاتل ابن حيان قال حدثتني عمتي عمره عن عائشة أنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه فإن فضل شيء صببته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه قالت نغسل السقاء غدوة وعشية فقال لها أبي مرتين في يوم قالت نعم حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق قال أبو داود ومعنى يسقى الخدم يبادر به الفساد قال أبو داود أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني باب في شراب العسل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصه أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالتقل إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحداهن فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي إلى إن تتوبى إلى الله لعائشة وحفصه وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل فذكر بعض هذا الخبر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح وفي الحديث قالت سوده بل أكلت مغافير قال بل شربت عسلا سقتني حفصه فقلت جرست نحله العرفط نبت من نبت النحل قال أبو داود المغافير مقلة وهي صمغة وجرست رعت والعرفط نبت من نبت النحل باب في النبيث إذا غلى حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال أخبرنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر باب في الشرب قائما حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعل بن كدام عن عبد الملك بن ميسره عن النزال بن سبره أن علي دعا بماء فشربه وهو قائم ثم قال إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني فعلت باب الشراب من في السقاء حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة قال أبو داوود الجلالة التي تأكل العثرة باب في اختناف الأسقية حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناف الأسقية حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال اخنث فما الإداوة ثم شرب من فيها باب في الشرب من ثلمة القدح حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب قال أحمد بن حزم قال لنا أبو سعيد بن الأعرابي بلغني عن أبي داود قال قرة بن عبد الرحمن ابن حيويل بن كاسر المد وكاسر المد كان كسر المد على سلطان فسمي به باب في الشرب في آنية الذهب والفضة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمداء فاستسقى فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به فقال إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة باب في الكرع حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثني فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا قال بلى عندي ماء بات في شن باب في الساقي متى يشرب حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم آخرهم شربا حدثنا القاع نبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن أبي عصام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا وقال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه حدثنا حفص بن عمر فقال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر من بني سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيسا أتاه به ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه فأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى فلما قام قام أبي فأخذ بنجام دابته فقال ادعوا الله لي فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم باب ما يقول إذا شرب اللبن حدثنا مسدد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلم عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس قال كنت في بيت ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين فتبزق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد إخالك تقذره يا رسول الله فقال أجل ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن قال أبو داود هذا لفظ مسدد باب في إيكاء الآنية حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأطف مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه قال فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا ولا يحل وكاءا ولا يكشف إناءا وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري قال حدثنا حماد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رفعه قال وكفتوا صبيانكم عند العشاء وقال مسدد عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل من القوم ألا نسقيك نبيذا قال بلى قال فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا قال أبو داود قال الأصمعي تعرضه عليه حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا عبد العزيزي عن ابن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يوما آخر كتاب الأشربة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر